اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام اعتزاز الوزارة وكافة منتسبها بالمشاركة في يوم البحرين الرياضي الذي يعكس اهتمام مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجوانب الرياضية وارتباطها المباشر على الفرد باعتبارها رافدا مهما للهوض بالموارد البشرية وتدعيم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة واشهد سعادة وزير الإعلام بقرار مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتخصيص يوم رياضي وطني لمملكة البحرين وتخصيص نصف يوم عمل للنشاطات الرياضية في الوزارات والهيئات الحكومية تحقيقا للرؤى السامية بهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تعزيز مفهوم الرياضة للجميع جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإعلام في الفعالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم البحرين الرياضي حيث ثمن سعادته الدعم المتواصل الذي تلقاه الرياضة في مملكة البحرين من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وما تشهده من مبادرات مهمة وفاعلة تجسد دور الرياضة في المجتمع وعبر سعادة الوزير عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي تم بذلها لإبراز هذا الحدث الرياضي الوطني والمشاركة فيه وترويج فعالياته وتغطيته بصورة متكاملة عبر مختلف المنصات والقنوات الإعلامية وتكثيف التوعية الإعلامية بأهمية هذا اليوم تشارك وزارة الإعلام اليوم في فعاليات اليوم الرياضي التي تحتفي في مملكة البحرين في مختلف قطاعاتها الحكومية من خلال مشاركة جميع إدارات الوزارة وأقسامها في عدد من الفعاليات داخل مبنى الوزارة وهي منها فعالية المشي والتنسطابلا وغيرها من الرياضات التي ممكن أنها تقام داخل مجمع مبنى الوزارة وبعدين بنتنتقل أيضا الفعاليات التي بنشارك فيها كوزارة الإعلام إلى القرية الرياضية في حلبة البحرين الدولية بننظم فيها إلى عدد من المشاركين من الوزارات والجهات الحكومية احتفاءا باليوم الرياضي نتمنى جميع إن شاء الله الاستمتع بهذا اليوم الجميل شكرا